العلاقة مع سوريا يعني هل لعودتها أهمية الناس يقولوا والله السعودية طبعت العلاقة وهذا نظام مجرم كيف تطبعون العلاقة مع هذا النظام المجرم القاتل الدموي المعذب المدرئيش الأخير طيب والله أكبر يعني عدد أنت الحين النظام السعودي ملائكي ولا نظام السعودي أصلا طبيعي طبيعي عادي يعني ما أحتاج ملائكي طبيعي عادي على الأقل عنده الحد الأدنى من من الاحترام للبشر أبدا نظام السعودي قمعي وهذاك قمعي نظام السعودي يقتل وهذاك يقتل نظام السعودي يعذب وهذاك يعذب نظام السعودي حارب الإسلام وهذاك يحارب الإسلام نظام السعودي يحارب الربيع العربي وهذاك يحارب الربيع العربي نظام السعودي خدم المشروع الإيراني عن غير قصد خدمه خدمة أكثر من النظام السوري عن غير قصد نظام السوري خدم نظام الإيراني فإذن ما الفرق بين النظامين يعني ناس تتباكى وتنزعج وتتكلم بطريقة وكأن النظام السعودي نظام نظيف وعادل وأخطأ بأنه تحالف مع أو تفاهم مع النظام السوري هذا نقطة الأولى نقطة الثانية من قال النظام السعودي وقف ضد سوريا النظام السعودي صحيح أنه في مرحلة المراحل في بداية الثورة كانت مملكة ضد النظام السوري وقفت موقفها سياسيا فقط لم يقولون مولت ثورة لم تمولت المجالس العلمانية والمقفسين الوطنية عدمت الفائدة التي كانت تسير لمصلحة المشروع الأمريكي ثم توقف حينما تويننا ما فيها فائدة أما على الأرض فقد دعموا جهات معينة ضد جهات معينة لم يدعموا مشروعا جهاديا داخل سوريا ضد النظام أبدا أبدا يعني نعم ربما سمحوا لمرحلة المراحل سمحوا لتبرعات الشعبية ثم قمعوها وحاسبوا من من تبرع بل سجنوا ناس سوريين مقيمين في البلد عندنا الذين كانوا يجمعنا التبرعات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر